تعالوا نتكلم بصراحة احنا كناس من نتفرج على اللي بيحصل من بعيد حاسين بالعجز مش قادرين نعمل حاجة تابنا انا عارف ان انت تابت ما انا شخصيا تابت وعلى مدار 11 شهر ستنفذنا لكن خليني اقولك على حاجة هو امتى الانسان بيتحس بشجاعة لو هو قوي جدا هو مش هيتئذي ومش فارق معها حاجة ولا لما بيبقى فعلا خايف يعني لو في اسد وواحدة ملاق لابس درع دخل على الاسد اكيد مش هيبقى فارق معا هل ده يحسب شجاعة لأ لكن لو انسان في حالتنا العادية وقف قدام الاسد الرغم من ان هو خايف دي هنا تحسب الشجاعة وبالتالي الصمود والصبر والقوة ما بيتحسبوش الا في وجود الضهر اللي هو التعب والارهاق والعجز فمش هتبقى صامد الا مع ضعف ومش هتبقى صابر وقوي ومتحمل الا مع عجز فعشان كده انا بفكر نفسي وبفكركم محتاجين نفضل مكملين مدم الموضوع عدى سنة ونفسنا يدر يستحمل سنة فنفسنا ممكن يطول ويبقى سنين فمحتاجين ان احنا نشد بايدين بعض ونكمل نكمل ايه؟ نكمل الصبر نكمل النشر انا عارف ان احنا ساعات ما بنقدرش ان احنا نشوف الاحداث ما بنقدرش نشوف الفيديوهات اللي بتحصل بنعمل شير بنعمل مشاركة ونجري بسرعة ما نكملش اللي احنا عملناه له شير لكن كل حاجة صغيرة جدا بنعملها مهما كانت صغيرة فهي بتأثر زي الحجرة الضخمة اللي بتفضل المية تنقط عليها لغاية لما تكسرها او تعيد تشكيلها انت نفسك لو في حاجة بتنقط عندك في البيت مش هتعرف تنامج ممكن تتجنن منها فنعرف ان دي اقل حاجة ان احنا ممكن نعملها لكن خلينا في استمرارية النقط اللي بتنزل فهنقدر في الاخر نعيد تشكيل الاحداث